السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بكل صبية جديدة انضمت لقناتنا بوصفة اليوم إن شاء الله رح أشارك معكم وصفة معروفة بتراثنا الفلسطيني وهي القرقيش قطع صغيرة مغلفة بالقطر مع نكهة الينسون طعام ولا أطيب من هيك خلينا للوصفة نبدأ نحضر القطر بشكل مسبق ولتحضير القطر بتنجرة واسعة ضفة كوبين من السكر الحبيبات مع كوب ونص من الماء ممكن تضيفوا لحد كوبين من الماء بيطلع معكم القطر خفيف طبعا بضيفهم على النار لحتى ما يدوب السكر تماما بضيف عصرة ليمون وبتركها تغلي خمس دقائق وأكيد بتخلص من البذور طبعا بنزلهم بجاطعميك وبتركهم على جناب لا يبردوا تماما قبل ما تجهز الوصفة ولوصفتنا لليوم رح نستخدم مواد متوفرة بمطبخك بس لو لسه مش مشتركين بالقناة بتمنى انكم تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بنزل على القناة استخدمت للوصفة ثلاث أكواب من لطحين ومش بالضرورة يكون كوب مقاس أي كوب متوفر عندك نخلت للطحين بطريقة منيحة واستخدمت طبعا نوعية جيدة هون مستخدمة الطحين الأبيض رح أضيف عليهم ملعقة كبيرة من مطحون الينسون وملعقة كبيرة من الحب السوداء وحبة البركة مع ملعقتين لثلاث ملاعق من السمسم طبعا السمسم أنا هون محمصته في البيت كان هو سمسم أبيض أولا بعطيه قرمشة وبتحسوا أنه نكته كثير مميزة ولونه بيكون أحلى بالوصفة من لون السمسم المحمص الجاهز للوصفة هون رح أستخدم نص ملعقة من الملاح طبعا ملعقة صغيرة بقلب المكونات مع بعض واليوم رح أستخدم لها نص كوب من زيت الزيتون وطبعا على طريقة أمهاتنا كانوا يستخدموا زيت الزيتون اليوم بيستخدموا الزيت النباتي أو ممكن تضيفي للزيت النباتي ملعقة من السمنة طبعا هي حسب رغبتك بس أكيد معنا كان زيت الزيتون أطيب وهلأ بنبدأ بعملية البس إنه بدنا نغلف كل حبات لطحين بكمية الزيت اللي ضفناها لحتى ما يصير عندي بين قبضة الإيد يكون متماسك وبحس إنه كل كمية الزيت اختفت مع الطحين وهيك صارت عملية البس جاهزة هلأ بنبدأ نعجن الطحين مع المي طبعا رح نحتاج كوب مي دافئ بدون إضافة أي مواد رافعة يعني هالعجنة ما بدها إنه تختمر أو نتركها لتضاعف مجرد إنه نضيف المي ونبدأ نجمع العجينة جمع ممكن تحتاجي الكوب كامل وممكن أقل بملعقة أو ملعقتين حسب نوعية ثلاثين المستخدمتيها بختلف احتياجوا للمي وملاحظة كثير مهمة لما تضيفوا المي تضيفوا بالتدريج وعلى دفعات حتى ما تحسوا حالكم احتجتوا كمان نواشف وتطلع العجينة معكم مرناء زيادة عن الحاجة طبعا العجينة ضرورة تكون بهذا القوامل اللي أنتوا شايفينه متماسكة وغير لاصقة وهيك بتكون مقدارها بالزبط تشوفوا لون السمسم فيها مع حبة البركة ورحتها عن جد بتشاهي أنا رح أتركها ترتاح على الأقل نص ساعة حتى تفرد معي بسهولة كل ما ريحتيها أكثر كل ما أعطتك نتيجة أفضل رح أستخدم اللوح الخشبي ممكن تستخدمه قطاع السيليكون رح أقسم العجينة لقسمين وأضيف رشة بسيطة من تحين نفسه اللي استخدمته بالوصفة رح أبدأ أفرد العجينة بالشوبك بسماكة معقولة إما بتفردوها بشكل دائري أو بشكل مستطيل النتيجة النهائية إحنا رح نقسم هاي العجينة حسب ما أنتوا بتحبوه بس بالضرورة تكون سماكتها بالشكل اللي رح أفرجيكم إياه مش أرفع من هيك وكمية تحين اللي حطينوها بالأسفل بتسهل علينا أنه نطلع العجينة وقت ما نقليها بكل سهولة بديت أقطعها في البداية بقطاعة البيتزا ضرورة تتخلصوا من الأطراف حتى يطلع معكم القطع كلها متساوية بالحجم طبعا القطع اللي طلعناها بنرجع نكورها وبنحطها على جنب وبالتناوب اللي قطعناها أول بتكون هي اللي بنفردها قبل طبعا هاي العجينة بنرجع نفردها وهيك أنا قطعتها لمربعات متوسطة الحجم بمقلاي واسعة ضفت كمية من الزيت ورفعتها على النار بعد ما سخنت باختبرها كقطعة أولى بشوف إذا ارتفعت القطعة معناتها الزيت وصل لدرجة حرارة معقولة لأنه أنا أبدأ أنزل القطع بنزل كل القطع دفعة وحدة القطع اللي أنا قطعتها وما تخافوا أنها تلتسك مجرد ما نزلت بالزيت راح تفك فكرة قلي القرقيش بتشبه العوامة لكنها على دفعة وحدة طبعا هون بنحاول إنه بالملعقة نضل إيدنا فوق القطع حتى تغتمار بالزيت وتأخذ هذا اللون الذهبي الموحد بكل القطع ما برفعها إلا لما أحصل على اللون الذهبي للقطع راح أحتاج لهاي الخطوة صفاية حتى أصفي منها كل الزيت بيكون القطر جنبك بارد بنزل الزيت عفوا بنزل القرقيش بصفاية خاصة بالزيت أبدا ما بوصلها وبنزلها للقطر راح أستخدم ملعقة تانية نظيفة ناشفة تماما بتصفي منها القطر يعني ملعقتين مختلفات بتكون جنبك صفاية حتى بعد ما تغلفي كل القطع القرقيش بالقطر بتصفيها من كمية القطر لزيادة وتبعا هون شوفي لما ترفعي حاولي إنه تنزلي أي كمية قطر زيادة وبضيفها بالصفاية برضه راح تنزل كمان كمية قطر إذا أنتوا من الناس اللي بتحب القطر خفيف مثل ما حكت لكم كوبين سكر مع كوبين من الماء وبرفع كل القطع بنفس الطريقة بتركها على جنب وبعد هيك بعد ما تتصفى بنزلها على صحن التقديم أو بحط تحته ورق مطبخ أو ورق زبدة كيف ما أنت بتحبي وهيك بتكون جاهزة للتقديم قطع بلون ذهبي بنكة اليانسون طعمها عن جد مميز شايفين ما شاء الله الوجب الأولى أعطتني كمية كبيرة وهلأ هون بعد ما أرتبها راح أنزل كمية القطع الثانية طبعا بالنسبة للعجيم ببدأ أفرد الكمية اللي ضلت معي شوفوا هون يا صبايا أنا استخدمت قطعات أي نوع قطعة متوفرة عندك بتغمسيها بالطحين وبتبدي تقسم فيها وعلى فكرة طلعت القطع الصغيرة أجمل وقت التقديم من القطع الأكبر شايفين كل مكانة صغيرة كل مكانة أحلى معلش راح تأخذ منك وقت ممكن تحتاجي ولادك يساعدوك بس بالنتيجة النهائية بتحصلي على قطع عن جد مميزة ومشاء الله يعني مدت معي كمية كبيرة 3 أكواب لو عيلتك أصغر ممكن تستخدمي أكواب الشاي الصغيرة فأنت بتتحكمي بالوصفة لكن تستخدمي الكوب موحد هلأ العجينة لزيادة برجع أرفعها وأكورها وأتركها على جنب حتى أفردها بعد ما أنزل كل القطع اللي عندي والخطوة هاي ضرورية إنه بكل مرة بتحطي القطع بالطحين حتى تحصلي على الشكل المزبوط وتظلها غير لاثقة بنزلها على الزيت وبستنى برضو لأحصل على لون ذهبي مثل اللون الأول برجع أنزلها على القطر وبصفيها بصفاية حتى أتخلص من كل كمية القطر لزيادة اللي فيها بعد هيك برفعها على صحن التقديم ونفس الخطوة بحط ورقة زبدة بالصحن حتى تكون كمية القطر يعني نازلة من كل القطع وتحصلوا على قطع يعني تكون حلوتها معقولة ما شاء الله المقدار أعطاني كمية مش بسيطة عائلية وإحفظوا عندكم هالوصفة إن شاء الله لأيام الشهر الفضيل ينعاد علينا وعليكم بالسعادة والخير ممكن تحضروها قبل الإفطار بساعات وتتقدم باردة من أطيب وأشهى الوصفات المعروفة بتراثنا الفلسطيني الكمية كبيرة اقتصادية بمواد جدا بسيطة متوفرة بمطبخك وما أخذت وقت بالشغل بتمنى إن شاء الله يكون فيديو لليوم عجبكم وستفدتم من الفكرة طبقوها وحكوا ليش رأيكم فيها ما تبخلوا على الفيديو إذا عجبكم بالتعليق عليه على اليوتيوب حتى يرتفع ويوصل لأكبر عدد من الصبايا ويطبقوا الفكرة ممكن هون بالنتيجة النهائية تزينوها بالفستق الحلبي المجروش بتعطيكم شكل أجمل القطعة منها ريحتها وطعمها عن جد مميز شكراً لكم على حسن المتابعة بتمنى إن شاء الله تكونوا مشتركين فاعلين بالقناة وانتظرونا بفيديو قادم ووصفة جديدة من قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد دمتم في أمان الله يسعد كل أوقاتكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة